وللمزيد حول اليوم الأول من أعمال اللجنة المكلفة من الفرلمان لدرسة برنامج الحكومة يستعرضه لنا مراسل التليفزيون المصري رامي محمد تحياتي لكم ولكل متابعين من داخل أروقة مجلس نواب بالقاهرة حيث انتهاء الجلسة الثانية الخاصة باللجنة الخاصة لمناقشة بيانات وزراء الحكومة الجديدة والتي استمرت على مدار اليوم وكانت الجلسة الأولى خاصة بالتحديات الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء منهم الاستخمار والمالية والاقتصاد والتعاون الدولي وأيضا الجلسة الثانية والتي حضر فيها عدد من الوزراء الآخرين منهم وزير الثقافة والعدل والأوقاف هذه الجلسات التي جاءت لتناقش بيانات الوزراء الجدد وأيضا السياسات الخاصة بالحكومة المصرية الجديدة وأيضا من الإجراءات الداخلية والإحة الداخلية لمجلس النواب خاصة المادة 126 التي تنص على إقامة هذه اللجان الخاصة لمناقشة بيانات الحكومة على مدار عدد من الأيام والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الاثنين القادم وعن الإجراءات فيترك للوزراء لكل منهم 20 دقيقة للحديث حول بيانات الوزراء والسياسات الخاصة بالوزراء الجديدة وأيضا للنواب ما لا يقل عن ثلاث دقائق للاستفسار والتعليق على هذه البيانات وأيضا هناك العديد من المقترحات والنقشات التي قدمت اليوم ومن المفترض أن الإسبوع المقبل في أيضا الجلسات العامة لمجلس النواب يتم طرح هذا البيان وهذه البيانات على المجلس للتصويت عليها هذا هو ما حدث خلال اليوم الأول لنعقاد اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة ترجمة نانسي قنقر